السلام عليكم مشاهدينا كرام مهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ستوديو التغيير مشاهدينا الكرام يحاول تنظيم داعش الإرهابية العودة إلى الواجهة من جديد من خلال سياسة الرعب والإرهاب للمواطنين العزل تطبيقا لسياسة الانتصار بالرعب والتي يحاول تنفيذها ولكن هذه السياسة ولت مع نهاية التنظيم وأعلان النصر ولا يمكن أن تعود مرة أخرى ويحاول الصعود إلى واجهة الإعلام من خلال قتل المواطنين وهذه أيضا لن تعيده إلى واجهة الإعلام إلا كتنظيم خسيس يتخفى من الأقوياء ويقتل الضعفاء لمناقشة هذا الموضوع رحبوا معي بضيفي من بغداد بالأستاذ النائب محمود عبد الرضا عضو تيار الإصلاح حضرة النائب مرحبا بك أهلا وسهلا بك كريم حياك الله أستاذ محمود التنظيم يفترض أنه أعلن النصر وبقيت بعض الجيوب ماذا تفعل الأجهزة الأمنية ألا يفترض أنها عالجت هذه الجيوب منذ تلك الفترة لحد هذه اللحظة لماذا تركت وركنت إلى السكون لماذا لم تستمر بمقاومة هذه الجيوب لماذا يبقى التنظيم نشطا ويحاول لملمة نفسه والعودة من جديد ليهاجم الضعفاء من أبناء الوطن أولا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لك ولكل مشاهدك الكرام تنظيم داعش لا إخفاء على الجميع أنه تنظيم يعمل بإمكانيات دول وبأموال كبيرة جدا لم يأتي عبثا ولم يؤسس عبثا ومن المعلوم أنه لديه أجندات كبيرة جدا بدأت من سوريا وتجهت للعراق ومن ثم كان له تدريبات في دول أخرى قد تكون هي مساعدة رئيسية في هذا المجال استولى على حقوق النفط استولى على ممتلكات دولة كول له ثروة كبيرة جدا من الأموال استطاع من خلالها تأسيس تنظيم كبير جدا إلا أن جهود العراقيين وثمرت القوات الأمنية من الجيش والشرطة والشرطة الوطنية والحجد الشعبي المقدس الذي ساهم في المساهمة الكبيرة في تنظيم نفسه وعادت العمل بدعم القوة العسكرية وبالتالي انتصر الشعب العراقي والحجد الشعبي والقوات الأمنية على تنظيم داعش إلا أن الصحراء جيوب كبيرة وكثيرة جدا الإمكانات والاستمكانات التي حققها في هذه الصحراء وفي الجبال مكنتها أن يعيد تنظيمه في هذه الأماكن نحتاج إلى قوة أكبر من أجل أن خروجها واستصالها من جدرة وبالتالي هذا على القوات الأمنية أن تعمل جاهدة مثل ما حرت هذه الأراضي عليها أن تكافع تلك الجيوب وتعمل على إخراج داعش بالكامل من جبال الحمرين أو بعض الصحراء الأنبار أو صرحاء الموصيل أو الحدود الفاصلة بيننا وبين سوريا وكل هذه الجيوب اللي موجودة تحتاج إلى حملة كبيرة جدا من القوات الأمنية والحج الشعبي من أجل انهاء داعش بالكامل من العراق وأقولها بصراحة لا يوجد انهاء بالوقت الحاضر وإنما هناك قوة ماسك الأرض تمنع داعش من الدخول مرة أخرى لكن نحتاج إلى مهاجمته في عقر دارة وكذلك العمل الاستخباراتي والمخابراتي الكبير من أجل دعم القوات الأمنية بالمعلومات لا هو 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 الآن حضرة النائب محاربت الآن ماكو داعي هو أسهو الذي يهاجمنا في عقر دارنا أنا أستفد قبل قليل قلت لا يزال موجود وبالتالي يحتاج إلى محاربته اليوم لا يحارب فقط في السلاح وإنما قد يحارب في كثير من الأمور اللي موجودة حتى وجودها من خلال المدنيين اللي موجودين وبالتالي نحتاج هذه المعلومات الاستخباراتية من أجل معرفتهم هؤلاء اللي موجودين اللي أيضا هم انضموا والآن عادوا وهم متخلقين بين التيار المدني اللي موجود أو الشعب في بعض الأماكن اللي موجودة ونحتاج هذه المعلومات من أجل محاربتهم ومكافحتهم أيضا يعني فقط اليوم قتل خمسة من أهل النجف وتم يعني الآن هم في مستشفى الفلوجة أكيد وصلتك هذه المعلومة نعم واضح واضح يعني وقبلها قتل أيضا ستة من أهل الأنبار وأيضا منهم سنة وشيعة الداعش لا يفرق بين السنة والشيعة خنكون واضحين لا اليوم فرق داعش لا يفرق بين السنة والشيعة والمسيح والأجزيلي اللي هو يقاتل الشعب العراقي وبالتالي على الشعب العراقي مكافحته وعلى القوات الأمنية والمخابرات والاستخبارات استمكان هؤلاء الأسماء اللي موجودة والعمل ضدهم بدون مجاملة وبدون أي تلك وبدون أي تأخير دعوة إلى السيد قائد العام القوات المسلحة من أجل شن حملة كبيرة وتنظيم حملة كبيرة لمكافحتهم ومحاربة في عقر درهم يعني اليوم أكو معلومات أنه بدأ يلعب لعبة جديدة خمسة من أهل النجف تم إعدامهم وكو مجموعة من أهل حديثة أطلق صراحهم يعني لعبة جديدة تفرق بين المكونات هذه وضحة وضوح الشمس من أجل أن لم ينجح في التفرقة بين الشعب العراق بالسابق أراد أن يعمل هذا العمل مرة أخرى لكن الشعب الآن واعي والحكومة أيضا واعية ولكن على الحكومة أن تعمل أن تكافح هؤلاء بصورة سريعة وبصورة أيضا قوية جدا لا تأخذهم في الله لو متلاءم وبالتالي المسك الأرض ليس حل الهجوم هو الحل الوحيد طيب إحنا نبقى نقول إنه داعش يعني تنظيم كبير وعنده موارد كبيرة ما إحنا يفترض أنه إحنا أخبر يعني دول العالم تنظيم داعش يعني يفترض إحنا أكبر أكثر ناس عندنا خبرة في مكافحة تنظيم داعش الدول تيجي تتعلم من عندنا كيف كيف نقاوم داعش الدول تيجي تسألنا كيف نقاوم داعش إذا إحنا من يقدر على داعش من يقدر على داعش سيد العزيز من يقول إننا ليس بإمكانياتنا بالقدرة على داعش أعتقد هو أهم الآن لدينا القوة الأمكانية بسلاح الجوي بسلاح طيران الجيش بالجيش العراقي بالشرطة الوطنية بالأبطال العراقين الحج الشعبي الآن الموجود نستطيع نعم ولكن علينا أن نعمل معاملة الاستخبارات الصحيحة وبالتالي القبض على هؤلاء اللي موجودين بناتنا إحنا ليش نكون وقعيين الآن موجودين كثير من الدواعش اللي موجودين الآن في الأوساط المدنية اللي موجودة هؤلاء هم من ينقلون المعلومات إلى الجيوب العسكرية اللي موجودة عندهم وبالتالي يستمكرون المدنيين العزل اللي موجودين وانقضاض عليهم باقتنهم بصورة سريعة دون أن يعلم أحد ولكن للمعلومات الأمن الوطني أو الاستخبارات أو المخابرات عليهم الاتكال وعليهم أيضا العمل بصورة سريعة للاستمكان هؤلاء في أماكنهم المدنية اللي موجودة ومن ثم العمل على مهاجمتهم والقبض عليهم وأيضا ملاحقت هؤلاء أولئك الذين يتحصلون بالصحراء أو يتحصلون بجبال حمرين طيب هم قبل كانوا أيضا متحصلين بالصحراء ثم بعد ذلك أتوا إلى المدن واحتلوها والآن متحصلين بالصحراء شنال يمنع أنه في يوم وليلة يأتون إلى المدن شهيد العزيز خلقونوا واقعيين الآن القوة العسكرية اللي موجودة تختلف عما مضت الآن قوة عسكرية أمكانيات قوية قوة جوية كبيرة طيران جيش رائع أمكانيات عد الحج الشعبي أمكانيات عد الشرطة الوطنية أمكانيات عد جيش العراقي الآن العمليات المشتركة أيضا من الدول اللي جاي الشارك فيها مسألة مكافحتها كل هؤلاء لديهم القدرة علىها لكن الآن يوجد نوع من الركون نوع من السكوت الاتكال على الانتصارات السابقة وبالتالي جعل هؤلاء الآن يتحركون الآن نحتاج إلى حركة كبيرة وقوية لا نتأسف فقط على أنه هناك من استشهد علينا على هذا الأسف نحول إلى واقع في أرض المعركة وبالتالي مكافحتهم بصورة كبيرة والعمل على القضاء عليهم بصورة صحيحة دون النجوء إلى الركون على أنه انتصرنا انتصرنا لا الانتصار الحقيقي هو القضاء عليهم بالكامل ما هو الموضوع تذكر قبل فترة يعني حست الأجهزة الأمنية من أنه أكو نزوح تنظيم داعش من سوريا إلى العراق ودعمت الحدود الموضوع مو من الآن بدأ من قبل ست شهر الموضوع أنه أكو نزوح لتنظيم داعش من سوريا إلى العراق يعني الموضوع مو ملحظي الموضوع صار لست شهر سيد الكريم بالكلام شيء والفعل بالميدان شيء آخر علينا الآن العمل بميدان هذا هو الواقع وأعتقد الآن دولة رئيس الجراء القاضي العام بقوات المسلحة لديه حركة لهذا الموضوع ولا يمكن أن يركن إلى السكوت وإن شاء الله الأيام القريبة ستشهد للأبطال العراق بالقضاء على هؤلاء وسلامة وطننا وأمننا وأيضا مواطنين من هذه الأفعال المخيرة يعني طرح طرح الآن حركة داعش المفاجئة اللي نشط في كل مناطق خصوصا بالغربية إلى علاقة بموضوع جلاء القوات الأمريكية أو موضوع اللي طرحه أنه يجب جلاء القوات الأمريكية من المناطق العراقية سيد العزيز القوات الأمريكية سواء نسحت من سوريا طلعت من سوريا طبت العراق ما أنه علاقة بهذا الموضوع بقدر ما أنه علاقة بقواتنا العسكرية اللي موجودة اليوم إذا نضل من التكليل على القوات الأمريكية طبت القوات الأمريكية طلعت القوات الأمريكية تدريب قوات الأمريكية عسكرة هذا الموضوع بصراحة شغل شاغل هناك من يريد أن يحرق الساحة في مسألة أن نشغل بهذا الموضوع وننسى دخول داعش أو تمدد داعش في داخل العراق مرة ثانية علينا أن نعمل كعراقيين لمكافحة هذا الوباء علينا أن نعمل كعراقيين بالعمل السريع دون الركون إلى هذه المسائل اللي الناقشها يوميا دون فائدة علينا أن نعمل بالساحة أسلفت قبل قليل قلت علينا أن نترجم ما نتكلم بها ونخطط لها على الساحة علينا أن نخرج داعش بقواتنا اللي موجودة الآن أستطيع أن أقول أنا شخصيا ببعض المعلومات اللي موجودة أن القوة العسكرية اللي موجودة عند الجيش العراقي والشرطة الوطنية والحج الشعبي لديه الأمكانية الكافية لمكافحة داعش نحن ليش نشغل في مسألة أمريكا دخلت أمريكا طلعت أمريكا سوت غطاء أمريكا ما سوت غطاء هذا الشيء والشيء الآخر هناك تمدد داعش مرة أخرى علينا أن نسعى جاهدين لمكافحة هذا التمدد طيب يعني ما هو هناك من يرى من أنه أمريكا هي طلعت في 2011 طلعت من العراق وهي التي أتت بداعش وقوت داعش ثم بعد ذلك جعلتنا نطلب منها في 2014 أن تأتي إلى العراق يعني هل هي نظرية مؤامرة أم هذا فعل حقيقي لأمريكا وهي الآن هي التي أيضا قوت داعش نعم دعونا نتناقش مناقشة بسيطة جدا فضلا لنسلم لهذا الموضوع ونقول أنه أمريكا دخلت داعش ومن 2011 احنا وين شنا استخبارات وين كانت الأمن الوطني وين كانت المخابرات وين كانت هذا مو شغلهم ما وصلوا هاي المعلومات طيب القوة العسكرية اللي موجودة بالأنبار اللي موجودة بالموصل اللي موجودة بصلاح الدين اللي موجودة بديالة أين كانوا قوات الحدود اللي موجودة أين كانوا قد يكون هناك قلة معلومات أو قلة خبرة عسكرية لأن أنشئ الجيش بهذه الصورة الآن تختلف الساحب الكامل الآن 180 درجة القوات الأمنية في 2011 عن القوات الأمنية في 2018 أو 2019 الآن لدينا القدرة الكافية على مكافحة هذا الوباء لنرجع مرة ثانية سيد العزيز على مسألة إحنا أتكلمنا بيها في ألفين أتكلمنا قلنا اليوم الأمر بإيدنا أستاذ محمود نحتاج أنه إلى قوات أخرى أستاذ محمود القوات الأخرى إذا كانت لديها النية أنه ساعدنا في مسألة القضاء عليهم على الرحب والسعة ما عدها نركلي هذا الموضوع لو نروح نكافح حالة بنفسنا في 2014 إحنا أيضا كانت لدينا القدرة أنت لما عندك فرق عسكرية كاملة أمام بضع مئات أيضا كانت لدينا القدرة الآن نختلف سيد العزيز الآن هناك اختلاف الآن قوة عسكرية كافية سلاح كافي أمكانيات كافية تدريب جيد جدا خبرتنا أيضا بمقاتلتنا إلى داعش خلال هذه من 2014 إلى 2018 أيضا زادت هذه الخبرة إذن تراكمت لدينا الخبرة تراكم لدينا السلاح تراكم لدينا القوة البشرية التي لديها الوطنية الكافية لمكافحة داعش نختلف جذريا عام 2014 ما هي عناصر الاختلاف يعني أنت تقدر تعدد الاختلاف لأنه المواطن يشعر سيد الكريم يشعر بالخوف من عودة الآن المواطن كل من الحجد الشعبي من الجيش من الشرطة الوطنية قبل كان ماكو قتال مع داعش أو ماكو قتال مواجهة الآن خلال هذه أربع سنوات أستطيع أنه كان الساحة التدريب متكاملة لكفاءة من تدرب فيها والآن هم جاهزون للقتال والقوة العسكرية من القادة العسكري من الضباط الآخرين الموجودين أمراء الأفواج و أمراء الألوية كذلك الشرطة الوطنية كذلك الجيش الموجودين من المنتسبين و أفراد الجيش قادرين على تحمل مسؤوليتهم وفوق هذا كله أيضا لدينا قوة الحج الشعبي التي تمكنت تمكن كامل من السلاح ومن المقاومة المحترمة لديه لديه المكانية لمكافحة داعش وبالمكان أنه لدينا القوة العسكرية بالعدة و العدد أكثر بكثير مما هي في داعش ما هو أكو موضوع مهم اللي سلموا المحافظات الضباط اللي سلموا المحافظات لم يحاسبوا بالنتيجة يعني حتى إذا انسحبت بعض القطاعات التنظيم الآن دا يعيد نفس السيناريو يعني لمن يقتل مثلا اليوم الضحايا اليوم اللي سقطه الخمسة يقتلهم ليش هو ما عنده مشكلة وياهم بس هو حتى يجي الخبر بالقنوات أنه التنظيم قتلهم حتى يصاب الناس بالرعب يخوف الناس يريد يعيد يعني ما كنت الإعلامية حتى القنوات يتداول الأخبار الآن نضيك صورة بسيطة جدا نعم خلنا بيلك صورة بسيطة جدا هل من قتل هؤلاء هم عسكريين مسلحين أمام العالم لو هم في جيوب داخل هذه المناطق اللي موجودة أو مدنيين داخل هذه المناطق اللي موجودة شافوا ناس عزين وباشرة قتلهم هنا ترجع مرة ثانية إلى قدرة القوات الساندة من الأمن الوطني من المخابرات من الاستخبارات هم من يستمكنون هؤلاء وبالتالي قضاء عليهم سيد العزيز الآن عمليتنا عملية استخباراتية ممكن أن تقدم المعلومات الكافية إلى القوة العسكرية اللي موجودة وبالتالي القوة العسكرية اللي موجودة هي راح تكافح هذا الموضوع ليش نرجع مرة ثانية أنه كان وكان وحاسب أو ما حاسب احنا قبل وقعنا في شرك السبات الآن نختلف اختلاف جذريا قد يكون قبل القادة العسكرية اللي موجودين يصلون إلى قيادة على أنهم قادرين ولكن هما غير متمكنين وبالتالي وقعنا في ذلك المزل لم يحاسب أحد هل من المعقولة أن يكون هؤلاء القادة العسكرية على نفس الحالة السابقة لا أعتقد وبالتالي إذا كان هذا الشيء موجود فهي طامة كبرى علينا أن نسعى جاهدين لاستنهاض هذه الهمم وكذلك يتشجيع القوات اللي موجودة والعمل بسرعة دون الركون إلى زيد أو فلان لا العمل بصورة سريعة وبالتالي هذا انذار خليني نعم مقتل هؤلاء الضحايا هذا اليوم وقبل فترة وعلينا أن نسعى عيد مرة ثانية جاهدين للمكافحة بصورة صحيحة وقوية وسريعة خليني أشرك بهذا الحوار نضمننا دكتور سلام الزوبة عن نائب رئيس الوزراء الأسبق دكتور سلام مرحبا بك تحياتي لك أخ خالد حياك الله دكتور سلام يعني عودة التنظيم إلى نشاطه هل هو عودة حقيقية أم هو محاولة التشبث والعودة من جديد يعني بمعنى محاولة صناعة ماكنة الرعب محاولة العودة إلى الواجهة أنه يستطيع أن يقتل وأن يبث الرعب من جديد هل هذه عودة حقيقية أم هي محاولات يائسة حقيقة نقدر نقول الاثنين تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين أولا عودة حقيقية لأن الأسباب لم تتغير في بناء الدولة والنظام السياسي في العراق نظام حقيقة متخلف ومتردي وما تغير شيء لنحو الإصلاح يعني لازمنا نعيش في المحاصصة لازمنا نعيش في نظام سياسي هش لازمنا نعيش على مؤسسات أمنية وجيش وقوى أمن داخلي وداخلية لم تبنى على أساس المعيار الوطني فحقيقة لما لم يعود التنظيم والاحتمال الآخر هو يتسلى بهذه الحركات لماذا؟ لأننا لم نستطيع أن نبني دولة حقيقية ومنظومة أمن حقيقي ولذلك أنا الآن يعني وصلت للتو من صلاح الدين يعني قادما من تكريت ومرورا بسام الراء للأسف أقول لك بأن الأجهزة الأمنية مرهقة ومتعبة وهناك حقيقة يعني سياقات ما أنزل الله بها من سلطان نحن لم نشهد حكومة حقيقية لم نشهد برلمانا ناضجا لم نشهد قضاءا استطاع أن يتخلص من هذه الإرهاصات التي كنا ولازمنا نتشبث بأن القضاء العراقي يجب أن يكون في المقدمة ويجب أن يكون تاجا على رؤوس كل العراقيين لكي يضمن لنا السلم الأهلي فحقيقة عجلة الفساد تنخر في البلد وعجلة الإصلاح متراجعة والذين تبنوا مشروع الإصلاح أصبحت أصواتهم تبدو خافتة أنا أعتقد بأن هذا النظام السياسي يعني أرسل رسائل لكل العالم بأنه نظام غير قابل للإصلاح وأن حدوده الخارجية مصرطنة وأنها لا تتقبل الكفاءات العراقية ولا تتقبل القوى الوطنية وأن مسلسل الفساد في كل أركان الدولة باقي والمؤسسات الأمنية هي واحدة من أركان الدولة فلماذا لا يهدد التنظيم هنا وهناك والتنظيم حقيقة أصبح ثقافة سخيفة يعيشها كثير من أبناء البلد يعني حينما تذهب وتجد أن تعاطي المخدرات وأن تصرفات الغوغائية موجودة وأصبح الظاهرة في مجتمعنا العراقي إذن هذه هي ثقافة التنظيم الفاشلة وهذه هي سياسة التنظيم الفاسدة التي نحن ندرك تماماً بالتنظيم والإرهاب هو صناعة حقيقية وصناعة مخابراتية وصناعة مؤدلجة وعصى تمسكها قوى الظلام من أجل أن تهزوا على العراقيين وعلى هذا الشعب المسكين بين فترة وأخرى طيب يعني السيد النائب محمود عبد الرضا عضو تياري الصلاح يقول لك نحن الآن نمتلك الخبرة ونمتلك جيش وشرطة وحشد ونستطيع القضاء على التنظيم وما حدث في 2014 لا يمكن أن يعاد لا يمكن أن يعاد التنظيم لم يكن لم يظهر البارح التنظيم ظهر منذ فترة كبيرة وأظهرت النتائج على الأرض بأن الجيش العراقي قد انهزم أمام التنظيم انهزم أمام داعش وإلا كيف تم تسليم الأنبار والبصرة وصلاح الدين وأصبح التنظيم على تخون بغداد أنا أعتقد يعني كل ما يجرى وكل ما يستطيع أن يقول العراقيين عنه نحن نفتخر بأننا أوقفنا هذا التنظيم الفاسد الفاشل بأرواح العراقيين من الشهداء بالدماء الزكية الطاهرة من الجرحة بتضحيات العراقيين الشرفاء بهذا المزوح العظيم والتهجير القاسي المؤلم بكل تداعياته ولكن للأسف غاب السؤال الذي كان يتحدث عنه السياسيين والسياسيين الصدفة ماذا بعد داعش كنا ننتظر أن يكون هناك وعاء سياسي محترم ووعاء سياسي ناضج لكي يثمن هذه التضحيات ويتعامل مع داعش ويجهز عليه لآخر نفس ولكن للأسف لم نجد وعاء سياسيا نظيفا لم نجد وعاء سياسيا يؤكد على مفهوم المواطنة ويحترم الكفاءات العراقية عادوا بنا إلى نفس الطرهات التي كانوا يزاولونها لعقود من الزمن عادوا بنا إلى المحاصصة عادوا بنا إلى الطائفية المقيتة عادوا بنا إلى الأجندات الخارجية هذه الأجندة ترعى المشروع السياسي الفلاني وتلك الأجندة ترعى المشروع السياسي الفلاني وهذا المسؤول الخارجي يتجول في العراق ويقنع هذا الطرف كذبوا على العراقيين وما زالوا يمارسون الطائفية بامتياز ولذلك حقيقة هذا الوعاء السياسي لم يتحقق لحد الآن فما دام لم يكن لدينا وعاء سياسيا نظيفا فسيعود التنظيم وسيعود الإرهاب وإن تفاخرنا وإن تحركنا في الشوارع وقلنا نحن انتصرنا على داعش الحقيقة الدولة لم تنتصر على داعش والنظام السياسي لم ينتصر على داعش والحكومات لم تنتصر على داعش الذي انتصر على داعش هم العراقيين الأبطال الشعب العظيم الذي قدم وترك الحياة المدنية وهرول إلى السواتر في الوقت الذي لم تنسجب به الكتل السياسية أخي العزيز في كل الدول الأمن هو رقم واحد في العراق يجب أن يكون الأمن رقم واحد مضروب في مليون انظر إلى الحكومة التي تراوح منذ أكثر من تسعين يوما الحلقة الوحيدة الغائبة في هذه الحكومة هو الملف الأمني فلا وزير دفاع ولا وزير داخلية ولا ملحقاتها ولا مخابرات ولا أمن وطني في حين يفترض أنه أول ملف أرجع لك أرجع لك خليني أذهب إلى النائب محمود عبد الرضو عبدو تيار الأصلاح حضرة النائب يعني أنا يعني لو 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 تقدر تقول لعوائل الخمسة الذي عدمهم داعش تقول لهم أنا انتصرت على داعش عوائل الخمسة اليوم انقتلوا تقدر تقول لهم أنا عندي حشد وعندي شرطة اتحادية وعندي شرطة محلية وعندي جيش وأني انتصرت على داعش اليوم اللي انقتلوا تقدر تقولي العوائل هم أن انتصرت على داعش ليش أنا أقول لبس دار عوائل ليش ما أقول لعوائل الشهداء اللي استشهدوا بالأنبار بالموصل بديالة لا أنا خليني بلحظة اليوم خليني اليوم دقيقة دقيقة يا خي لا انت لا تسيرني بالمسيرة اللي انت جنابك تريدها أنا أطل رأيي اللي خاص بي مو رأيي اللي انت جنابك تريدها المسألة خذكروا واقعيين بين من ذهب ضحية وبين من ذهب للقاتل داعش الحجد الشعبي والشرطة الوطنية والجيش العراقي وهناك الشرفاء العراقيين اللي نضح بدمهم من أجل تطهير الأرض العراقية من المحافظات الأنبار الموصل صلاح الدين ديالة هؤلاء ذهب شهداء آلاف ذهبوا شهداء من أجل تطهير الأرض قلنا أن داعش لم ينتهي بالكامل نعم انتصر انكسر داعش انتهى داعش في العراق من الناحية العسكرية سبق وانقلت ان هناك جيوب لا زالت باقية داخل هذه المناطق الصحراوية او المناطق الجبلية القوة العسكرية اللي موجودة بالعراق قادرة على ان تني هذا الموضوع ولكن نحتاج إلى حركة مثل ما تحركت الحكومة وتحرك الحج الشعبي والمرجعية الدينية الرشيدة اللي دعت إلى الحج الشعبي وانتفض الشعب العراقي من أجل مكافحته الآن نحتاج هذه الخبرة ونحتاج المكانيات العسكرية اللي موجودة للقضاء عليهم بالكامل فرق ان تقول لي اقول لهاء اولاء العوائل لا تختلف داعش هو من قتل هاء اولاء العوائل هو من قتل هاء اولاء الضحايا الخمسة الشهداء ولكن هل هناك القدرة على القضاء عليهم مرة ثانية نعم لدينا هذه القدرة ودعيت الآن عن طريق هذه الفضائية الموقرة دولة رئيس الوزراء القادر العام لقوات المسلحة ان يحرك الساكر اللي موجود والعمل على القضاء بالكامل استفسيات النائب متفضلا قبل قليل على انه القوات الامنية الآن منهكة نعم منهكة تحتاج الى استراحة ولكن الاستراحة ستكون ان شاء الله بعد القضاء عليهم ويحتاج الى معركة اخرى من اجل القضاء عليهم مرة ثانية هذه الايام وخلال هذه الفترة بين تشكيل الحكومة وحكومة جديدة والسبات اللي صار بالفترة الاخيرة اعتقد جعل مكان لتمدد داعش مرة ثانية ولكن الحركة الثانية بهمة العراقين مرة ثانية نعم سننجح قد يكون هناك رهاصات سياسية قد يكون هناك نعم من السبات الحكومة اللي موجود ولكن لا يعني هناك شكوت مرحلة ثانية لا يكون هذا ابدا ليش توقفت المعركة واعلن النصر وتوقفت المعركة اعتقد فترة الحكومة ايضا انتهت بانتصار وانتهت الحكومة اللي موجودة وصارت انتخابات اللي موجودة على رأيه الان الحكومة العراقية الجديدة ان تنهض مرة ثانية للمقاتلة والعمل على تنظيف الارض العراقية من براثن داعش الاخيرة يعني السبب هي انه انتخابات هي انتخابات توقفت المعركة لا لا قد تكون احد الاسباب اللي موجودة ولكن قوات الامنية عليها ان تسعى جاهدة للعمل مرة ثانية قد يكون حلاوة النصر او اجتهاد اللي صار او الاحتفالات اللي نصر اللي موجودة اعطت الركون الى هذا الموضوع الانتصار ونسأت ان هناك جيوب مدنية لا تزال باقية في المحافظات وفي الاقضية والنواحي والصحراء لا يزالون موجودين نحتاج مكافحتهم قد يكون من الاسباب اللي دعت الحكومة الى هذا الموضوع على هؤلاء مدنيين او كذا ولكن نحن نشدد على ان يكون هناك اجراء فعلي ضد هؤلاء من الذين يدعون بالوطنية وهم ايضا هم ابناء داعش لا يزالون يعملون داخل هذا ارض العراق خلينا يذهب دكتور سلام الزوبة عيناء برئيس الوزراء الاسبق دكتور سلام يعني هل من الصعوبة التعرف على عناصر داعش يعني هناك اعتقالات يتم اعتقالهم يقول لك دولة مدنيين دولة مدواعش وهناك دواعش يدفعون الفلوس ويطلعون يعني شاهدناها وسمعنا عنها رتل من ارتال داعش طلق من الفلوجة في معركة الفلوجة الاخيرة طلق من الفلوجة حثر ثار وطلع على مرأة الاجهزة الامنية تناقلتنا الاخبار انه سمحولهم يطلعون وايضا من جهة زوبع طلعت مجموعة كبيرة وباتجاه بغداد وتفرقوا وراحوا وتوزعوا ودفعوا فلوس هذه هذه مو اجهزة امنية ليش يطلعون ليش يسمحونهم يدفعون فلوس ويطلعون ما انا قلت انه النظام السياسي حقيقة نظام فاشل ونظام لا يستفيد من التجربة ولا يمكن ان تتراكم الخبرة في نظام سياسي لا يحترم المواطنة ولا يحترم تضحيات العراقيين وانا حقيقة يعني اضف معلومة مهمة جدا لا يوجد احتفال بالنصر من قال اننا احتفلنا بالنصر اذا كان الاحتفال بالنصر يعني هذه الهورنات في الشوارع عبارة عن شباب مكبوتين ارادوا ان ينفسون عن كربتهم ويسمعون اغاني بصوت عالي ويشحطون بالسيارات بالشوارع ويطشون هذا هذا مو نصر حقيق ابدا هذا كذب هذا هذا ضحك على الذقون النصر الحقيقي حينما نمسح رؤوس الايتام النصر الحقيقي حينما نعوض الشهداء النصر الحقيقي حينما نأتي على الارامل ونمسح الدمعة عن عيونهم ونشوف متطلباتهم النصر الحقيقي حينما نضع شبابنا امام معايير محترمة لاجاد الفرص والعمل الهم النصر الحقيقي حينما تختفي المحسوبية والمنسوبية النصر الحقيقي حينما ننقذ اقتصادنا من هذه الأحزاب المجرمة التي أصبحت مافيات تأكل بالنفط وتأكل حتى بالقروض أصبحت تأكل يعني بمجرد ما يأتي القرض الياباني يتلغف الحزب الفلاني القرض الألماني راحصت التيار الفلاني أخي هذا ضحك على الذقون والجماعة يستكملون في مسرحيتهم السخرية التي كنا نسمعها أيام زمان أنا أقول أن هذا النظام السياسي الفاسد هذا النظام السياسي العاجز هذا النظام السياسي الذي لا يحترم نفسه وهذا النظام السياسي الآن هو عاجز على أن يشهد الهمة عند العراقيين ويقول لهم تعالوا دافعوا عن هذا النظام السياسي والله العظيم لو أن هذا النظام السياسي تعرض إلى أي خطر فإن الشعب العراقي لا يشرفه أن يدافع عنه لا يشرفه لماذا وأنت تعرف الآن هناك يعني كلام كبير وطويل وعريض عن دخول الأمريكان ويردون يتخذون قرار بالبرلمان أن أخراج الأمريكان هذولا ناس حالمين هؤلاء ناس لا يتعظون أتحداهم أن يقنعون الشعب الآن بأن يدافع عنهم ويخرج الأمريكان كما أخرج الأمريكان في الأيام الأولى لسقوط النظام وكم رسموا هذا الشعب كم رسم من التضحيات والأعمال البطولية الفدائية الرائعة التي لقنت المحتل دروسا عظيمة الآن الشعب العراقي يتمنى وأنا في الطريق كل من يراني يقول بشرني يا دكتور صدوق الأمريكان راح يرجعون نعم لأن هذا النظام السياسي التافه أنتج لنا مؤسسات أمنية أغلبها تافه يا أخي حتى تصير آمر لواء تدفع حلقة الدفتر حتى تصير قائد فرقة تدفع حلقة الدفتر حتى تصير بالحجد الشعبي لحيتك لهنانة وما يمشي عليك قانون عيب هذه علي من يضحكون بها على النظام السياسي أن يسلحي من نفسه وعلى النظام السياسي أن يدرك أن التغيير قادم وضرورة وطنية ولكن عبر القوانين وعبر الدساتير المحترمة وأن هذا النظام السياسي الذي أنتج لنا هذه الطرهات من الفساد ومن الظلم واذهب إلى السجون لكي ترى كم من الآلاف المؤلفة قابعة بظلم وبتزوير وبقهر وبألم أنا أعتقد أن هذا النظام السياسي غير قابل للإصلاح وأن عملية التغيير وعملية بناء المؤسسات الأمنية وأنا قلت أذكر قلت في حالة بناء الجيش قلت لنعتمد معايير وطنية في بناء الجيش وبناء الشرطة ولكننا للأسف ولكن هذا النظام أصر على أن يعتمد الأسس الطائفية وأذكركم لا أريد أن أجرح مشاعركم لماذا سبايكر 1600 شيعي استشهدوا فيها لماذا لم يكن 200 سني و200 عربي و200 كردي و200 شيعي عيب ليقنعوا الآخرين بهذه الطرهات خليلي أذهب إلى نائب محمود عبد الرضا حضرة النائب نستذكر وحضرتك الدواعش أو قبل ما يكون تنظيم داعش عناصر تنظيم القاعدة الذين تم تهريبهم من سجن أبو غريب وأيضا عناصر تنظيم القاعدة الذين تم تهريبهم من القصور الرئاسية في البصرة وأيضا هذه معلومات تعرفها حضرتك وهناك عناصر تم تهريبهم من الفلوجة في معركة الفلوجة الأخيرة وعناصر تم تهريبهم أيضا من أطراف الفلوجة باتجاه بغداد هذه معلومات تجوز ما تعرفها إحنا كإعلام نعرفها ها هو هذا السبب اللي ما تقدرون تنتصرون على عناصر داعش الأجهزة الأمنية لها يد في الموضوع سابقا أم الحالي الحالي حاليا حاليا بالمعارك الأخيرة المعارك الحالية يعني هنا معلومة جديدة شوكت ما ادفع 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 تطلع ادفع ادفع تطلع يعني هسا هذه المعلومات يعني غريبة قد حاصلة أو غير حاصلة لكن قل لي أنت اليوم نتكلم عن موضوع داعش مقاتلته لو لا نتكلم عن مقاتلة داعش ونتكلم عن لمن هو بالسجون لا لا أنا دا أحتي لك على بزمن القاعدة تهريبهم من سجن أبو غريب ما تعرفها لما تعرفها جيد قاعدة شوكت القاعدة قبل تنظيم داعش هربوهم وأسسوا داعش ها قبلها ها قبلها قبلها هذا القاعدة الى داعش ها قبلها ها بس المسمى قاعدة صارت داعش المسمى ما تغير معركة الفلوجة الأخيرة لما انطبت الأجهزة الأمنية لقى الداعش لقى الداعش لما طبعوا بس استذكروا اياك طبعوا للفلوجة لقوا داعش ما لقوهم وين راحوا داعش ما لقوهم وما صارت معركة بالفلوجة طبعا من قتلوا الانهزم من هزم وين الانهزم طوقعتها الاجهزة الأمنية وين الانهزم من هزم خلوهم يطلعون طبعا عزيزي خانا اك associ خ لك شغلة احنا ما قلنا كل الاجهزة الامنية اللي موجودة احنا ما نقول كل الاجهزة الامنية نحن قلنا القدرة العسكرية الأجهزة الأمنية ممكنها اشتركت في الفلوجة والأجهزة الأمنية ممكنها لسمحة إلى داعش وبعض المرات الخطط العسكرية تفتح فجوة في سبيل أن يخرج من المدينة لأن بيها مدنيين بيها ناس موجودين في سبيل أن لن يصير القتال وعلى أساس أنه يصير هناك متابعة لهم في الصحراء اللي موجودة ولا يزال في الصحراء هنا تكمل المشكلة المشكلة نحتاج إلى القوة العسكرية في هذه الأماكن اللي موجودة لمقاتلة من غادر المدينة أو انهزم من عدها أو هر من المدينة زياد هو اللي فات على طريق بزيابس منقول ما كان أكو فساد منقول ما كان أكو تواطئ منقول ما كان أكو بعض الأمور الأخرى اللي موجودة مبالغ اللي موجودة لكن أنت أسأني الآن هل لدينا هذه القدرة بحسب معلوماتي نعم لدينا هذه القدرة على هذه المكافحة والمقاتلة داعش مع القوات المشتركة أيضا مع طيران الجيش مع القوة الجوية مع الحجد الشعبي بهذه الآلية نستطيع ولكن نحتاج الآن إلى حركة من الحكومة لهذا الموضوع نعم تأخر وزارة الدفاع يعتبر من الأمور السلبية لهذا الأمر تأخر وزارة داخلية يعتبر من الأمور السلبية لهذا الأمر أنا مع الأخ الأستاذ سلامي الزوبعي ولكن ليس بالكل بالجزء تأخر في موضوع تشكيل الحكومة تعتبر من الأسباب اللي جزء من الأسباب اللي أدت إلى هذا الموضوع ولو كان هناك حرص واضح لكان تغيير واضح صار وأيضا تعيين وزراء الداخلية والدفاع خليلي أذهب إلى دكتور سلام الزوبعي ناب رئيس الوزراء الأسبق دكتور سلام هل لبقاء القوات الأمريكية أو جلائها له علاقة ذكرت من أنه الناس مستفشرة خير ببقاء القوات أو عودة القوات الأمريكية الأمريكان إذا طلعوا هل له علاقة بعودة نشاط داعش هناك ضغوطات كبيرة على هناك نواب يضغطون كثيرا على جلاء القوات الأمريكية من العراق هل له علاقة بعودة نشاط تنظيم داعش يعني من العار بالمكان والزمان أن يصبح قسم كبير من الشعب العراقي يستبشر بمجيء الأمريكان يعني هذه حقيقة وصمة عار في جبين النظام السياسي أنه دفع أكثر من ثلاثين الشعب أن يستبشرون بمجيء الأمريكين أقسم لك بالله كل المحافظات السنية وكل أقليم كردستان وجزء كبير من أخواننا في وسط الجنوب يتمنون مجيء الأمريكين ليس حبا بالأمريكان ولكن من الويل الذي ذاقوه والضيم والقهر والظلم والألم والمعاناة اللي شافوها من هذه الأجهزة الأمنية المخترقة ومن الحجل الشعبي المخترق ولذلك أنا أقول يعني للذين يطالبون بخروج الأمريكان أقول أول مرة إذا كان بقاء الأمريكان في العراق هو يعني ثلما وطنية هو فعلا ثلما وطنية ليش؟ لأن هذا المختل هو الذي دمر بلدك عاد الآن مرة ثانية ولكن أعطيني أولا محاسبتك للذي أدخل الأمريكان ثم بعد ذلك نتحدث يعني أنت من تريد تطلع الأمريكان من اللي دخل الأمريكان؟ ليش تغض النظر عن اللي دخل الأمريكان؟ ليش تغض النظر عن اللي يفتح الأبواب مشرعة أمامهم وقواعدهم وأخذ تندرات ومقاولات ينجزون لهم قواعد ويقدم لهم أطعمة وفواكه؟ ليش؟ هذا عيب عيب وعار نعم ثلثين الشعب العراقي يصلون بالليل حتى يدعون الأمريكان يجون من القهر والظلم والمعاناة التي شهدناها من أجهزة الأمنية يعني أنا الآن أنا الآن اسمح لي على الهواء على الهواء أقول لك أنا ذهبت إلى صلاح الدين في زيارة وزيارة سياسية وعمل ودخلت ردت أسلم على السيد علي الهادي إمامنا وهذا الرجل الجليل ووقفنا ولقينا سرايا السلام تسيطر على المداخل نعم لازم تنزلون تمشون تمشون مسافات طويلة يالله توصلون إلى السيد علي الهادي قلت له والله أنا أقول بالعافية عليك سيدنا علي الهادي ولو صير الكعبة المشرفة هميا ما أمشي لها مسافات إذن أنتوا يعني ما جايين تحرسون هذا الإمام ولا جايين تحترمون إرادة الشعب وجايين بس مجرد أنتوا يعني تخلقون الفتنة في كل مكان أخي العزيز أي أجهزة أمنية سيفلف عليها أي أجهزة أمنية أي سيطرات سيفلف عليها هذولي ناس يضحكون على أنفسهم هذولي ناس ما يستحون هذولي ناس ما يخجلون هذولي ناس حولوا الشعب حولوا الشعب رادوا يدخلون هذا الشعب في فتنه ووصلوا إلى قرار نهائي هم وأسيادهم في الخارج أن الشيعة والسنة أكبر من كل مؤامراتهم ولن يخوض هذا الشعب حرب أهلية وسيبقى العراق موحدا وسيكون السياسيين الذين لم يحافظوا على أمن العراق ولا على ممتلكاتهم ولم يحترموا مشاعرهم سيكونون في مزبلة التاريخ أذن أشكرك دكتور سلام الزوبعي نائب رئيس الوزراء الأسبق كنت معنا مباشرة من بغداد شكرا جزيلا لك أعود إلى النائب محمود عبد الرضا عضو تيار الأصلاح حضرة النائب يعني جدلية بقاء القوات الأمريكية أم من جلاء القوات الأمريكية يعني هناك من أتى بالقوات الأمريكية في 2003 وأصبحت فرض موجودة على الشعب العراقي هناك تخوف على الاقتصاد العراقي من جلاء القوات الأمريكية الخوف على الاقتصاد العراقي من جلاء القوات الأمريكية القوات الأمريكية قالوا صراحة إذا أردتم أن نخرج من العراق سوف نخرج ولكن هناك تخوف على الاقتصاد العراقي من أن ينهار الاقتصاد العراقي في حال أنه تعنتت أمريكا على العراق يعني بكل أحوال لا تزال ورقة الحكومة لم تقدم في مسألة وجود القوات الأمريكية ودور وجود القوات الأمريكية حتى نستطيع أن نحلل ما هو وجودها فهل هي بقاء هل هي تدريب ما هو حجم القوات ما هي الآليات أو المعدات العسكرية اللي موجود عدهم لحد الآن لم يتضح هذا الموضوع نحن مع ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الأمنية وصادق عليه البرلمان وما تم الاتفاق مع الحكومة خلاف ذلك لا نوافق على وجود هذه القوات وجود هذه القوات مقوم بموافقة الحكومة والبرلمان لا يمكن أن نرضى أو على بقاء قوات أكبر من العدد المحدد اللي تم الاتفاق عليه داخل العراق في مسألة التدريب في مسألة التجهيز في مسألة التسليح كل هذه الأمور كانت مضمن هذه الاتفاقية الحكومة لحد الآن سترسل وجهة نظرها في وجود القوات الأمريكية حجمها قدرتها أمكانياتها استطاعاتها وحركتها أيضا إلى البرلمان سيكون هذا النقاش وسيحدد من قبل البرلمان العراقي ما هي القيمة التقديرية أو الوجودية للقوات الأمريكية داخل العراق ولكن هناك جيل الاحتلال الجيل الذي أتى مع الاحتلال يعني أتوا بأمريكا وأتوا بأكثر من 150 ألف أمريكي وجاءوا بدبابات البرامز وجاءوا بطائرة الأف 16 وجاءوا بكل جيوش أمريكا إلى العراق الآن أصبحت أمريكا ثقيلة على العراق ودمروا العراق يعني بكل أحوال الاحتلال دمر العراق لكن وجود قوات للتدريب الآن بالمعنى للتدريب لا بعس به إلا أن يكون خارج سياق التدريب لا يمكن أن يكون واقعا للعراقيين يعني لربما بعض الأشخاص الذين الآن لم يشتركوا بالحكومات الآن الذين يعني هناك أشخاص جاءوا مع المحتل والآن يقولون أنه يعني أمريكا يجب أن تخرج لربما الذين لم يشتركوا يعني بالحكومة الأولى يقولون يعني يجب على أمريكا أن تخرج ربما حقهم ولكن هناك أشخاص اشتركوا بالحكومة الأولى بمجلس الحكم ويطالبون بخروج أمريكا غريب يعني بصراحة هناك تناقضات كثيرة وهناك يتكلم من ما هي مصلحته لا يتكلم ما هي مصلحة الشعب أعتقد جازما أن كثير من يتقول أو يهول أو يقلل يتكلم وفق رؤياه الشخصية لا يمكن أن تمت إلى رؤية للشخصيات الأخرى كل من يتكلم من منظارة أو من مصلحة أيضا هذه مسألة مهمة جدا وأعتقد هناك كثير من الحديث كان متناقضا ولكن التاريخ هو التاريخ التاريخ يكتب شيء يكيد واضح جدا سيد العزيز التاريخ يكتب والتاريخ واضح ولا يغادر منها كلمة نهائيا أو حرف أو يوم أو ساعة من الأمور التي حصلت من جاء بالأمريكان كيف دخل الأمريكان ما هي الاتفاقات السابقة ما هي المؤتمرات التي كانت في الخارج في تركيا في أربيل في جنيف في لندن في كل الأمور الموجودة كانت هناك اتفاقات ودخول القوات الأمريكية وكيف دخلت فاتحة وكيف كانت محتلة ومن ثم خرجت من اتفاقيات أخرى كلها واضحة وهذا تاريخ يذكره الصغير والكبير ومن رحل ومن بقى ولكن ما هي الإجراءات ما هي التوقعات لحد الآن لا أستطيع أنا شخصيا أن أتكلم بها بالوقت الحاضر ما لم تبين وجهة نظر الحكومة وبالتالي لكل حادث حديث ولكن ألا تجد من رؤية مستقبلية ألا تجد أنه من الأنسب أن تبقى قوات أمريكية أو قاعدة أمريكية فيها العراق يعني قاعدة هناك دول الخليج مستقرة تطلب الود من أمريكا وتطلب بقواعد أمريكية لأنه يعني كعراق بلد فتي يحتاج إلى قاعدة استقرار يعني خصوصا ألمانيا فيها قواعد أمريكية اليابان فيها قواعد أمريكية كوريا الجنوبية فيها قواعد أمريكية نتحدث عن اقتصاديات عملاقة اقتصاديات دولية عملاقة من وجهة نظر الشخصية إذا كانت قاعدة بحدود تحددها الحكومة وباتفاقية تكون ملزمة للقوات العسكرية التي موجودة لا بأس بها على أن تكون بتحديد معين باتفاقية معينة بالهزامات واضحة للشعب العراقي لا بأس بها لكن أن تخرج خارج هذا النطاق تتحكم بكيفها تخرج بكيفها تنزل قوات أو تطلع قوات أو تبدل قوات بكيفها لا هذا لا يمكن طيب هل تتوقع من الحكومة أن ترتب لأن الحكومة العراقية تقول لا توجد لحد الآن قواعد أمريكية يعني موجودة قواعد أمريكية كثيرة يعني عدة قواعد أمريكية والحكومة تقول لا توجد قواعد أمريكية هذا التناقض هل هو حقيقي فعلا لا توجد قواعد أمريكية أم هو واقع حال موجودة قواعد أمريكية والحكومة لا تعترف دعنا ننظر إلى الثنين سيدة عزيز دعنا ننظر إلى الثنين من قال هنا قواعد أمريكية وإلى الحكومة التي تقول لا توجد قواعد أمريكية إلى من نلجأ بالله ما يعني هو يفترض أن نلجأ إلى الحكومة إلى البرلمان البرلمان يقول لك موجودة إذن البرلمان يقول موجودة البرلمان يقول أنه نقر قانون نقر قانون بجلاء القوات الأمريكية فرق بين القانون وفرق بين الوجود أنت اليوم عندك اتفاقية واتفاقية وهناك عليها تعديلات واتفاقية مصادقة من قبل الحكومة ومصادقة من قبل البرلمان هذه اتفاقية شيء ومن قال أن هناك قواعد أمريكية شيء آخر والحكومة تقول لا وجود القواعد الأمريكية هذا شيء آخر نؤكد من ونصدق من ونمضي مع من تلت تلجأ للقضاء القضاء لماذا ما بقضاء المحكمة الاتحادية عزيزي ما علاقة المحكمة الاتحادية في هذا الموضوع ما لم يكن هناك واقع حكومي تقدم للبرلمان هل من المعقول أن الحكومة تقدم أشياء مزيفة أو غير حقيقة للبرلمان ما ممكن وخصوصا الحكومة لم يمضي عليها سوى 120 أو 130 يوم ما ممكن أخي العزيز مو فوضى لها الدرجة ما أن علاقة بالقيل والقال ما يقول فلان حسب هواة الشخصية أو ما يقول فلان حسب أهواء الحزبية يعني موجودة قواعد أمريكية واقع حال وهي غير مسجلة يعني موجودة هي قواعد أمريكية واقع حال لكن غير مسجلة لدى حكومة من قال أن هناك قواعد أنا لا أدافع عن وجود أو عدم وجود أو لا أدافع عن حكومة أو برلمان أنا أتسائل الآن أمامك وأمام الشعب هل هناك قواعد أمريكية من قال هل عدم وجود قواعد أمريكية أيضا من قال هذا ما يناقش من خلال ورقة رسمية تقدمها الحكومة للبرلمان وتناقش أمام الشعب وبالتالي يكون هنا قرار نعم نعم أكيد شكرا لأن نائب محمود عبد الرضا عضو تيار الأصلاح كنت معنا مباشرة من بغدال شكرا جزيلا لك الله يبارك شكرا لكم مشاهدك كرام كي أنا معكم خالد بن جاسم إلى اللقاء شكرا لكم